وإيه الحكمة من الاختلاف الشديد ده في البشر إنه حدش يبقى شبه التاني أبداً عشان رجعنا للثلاثة الأوائل كمال وجمال ونوال من كماله سبحانه وتعالى أنه قادر على هذا كله وأكثر فالله سبحانه وتعالى يقدر على هذا وعلى أكثر من هذا بكثير اليوم يعني سبحان الله لما تشوف أنه كل واحد له بصمة ممكن يزوروها بصمة العين نبرة الصوت أصبحت الآن في فلا تتخلى الناس شبه بعض بل في طباء تجميل بيدخلوا البنات عندهم بيطلعوا كلهم بتحسيهم أخوات بس الله سبحانه وتعالى قادر تبارك وتعالى على أنه يخلق هذا التنوع في البشر ويثبت لقلب الذي آمن به قدرته سبحانه وتعالى على ذلك وأكثر سبحان الله طيب معنى لا إله إلا الله ليه دي كلمة التوحيد عشان توحيد الكلمة ده معنى بقى يعني الله لما أنتقى الحبيب صلى الله عليه وسلم قال فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لدمك والمؤمنين والمؤمنات هذه أصول ثلاثة فالأصول الثلاثة التي بنيت عليها كثير من المؤسسات العلمية والمدارس وغيرها فاعلم لابد أن تعلم لما عشان تعرف الكمال والجمال والنوال طيب أنه لا إله إلا الله هذا يعني سموها محو وإثبات أنه لا معبود بحق إلا الله لا يعبد على الحقيقة إلا الله ليس هناك إله إلا الله تصدق سيدتي حتى بعض الذاكرين لله تبارك وتعالى ومنهم سيدي محمد بهاء الدين نقشبند سمي بالنقشبندي لما؟ لأنه كان بيعمل حاجة وهو بيذكر اسم ربنا طيب دي سيدنا النبي ما عملهاش ولو كان فيها خير كان سيدنا النبي عملها لا على رسلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك أشياء كثيرة مباحة للناس وفي حاجات اتعملت في زمن سيدنا النبي سيدنا النبي ما عملهاش وأقرها منها السبحة كانت فيها سيدنا النبي إزاي؟ ده كانت عن سيدنا أبو هريرة والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينههوا عنها والسنة عندنا قولية وفعلية وتقريرية رأاها وسكت فأقرها طيب كان سيدنا بلال بيصلي ركعتين بعد الوضوء سيدنا النبي لم يفعل ذلك سيدي بهاء الدين نقشبند كان عندما يذكر الله يقول لا إله إلا الله قالوا أنت بتعمل ايه؟ فأقولهم بقول لا بعيد عن قلبي إلاها بزرحها في قلبي إلا بطلحها برألبي الله أجعلها في قلبي فتجده عندما يذكر يقول لا إله إلا الله بهذه الكيفية ماذا يقصد من ذلك؟ هي حركة لهذا الجسد لكنه يثبت فيها يخرج النفية خارج جسده ويثبت في قلبه الله إله الله إله الله إله حتى يأتي له نشفة الذكر فيقول الله 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 وذلك من باب قوله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى اسم الله الأعلى الله سموها لا إله إلا الله باسم التوحيد الكلمة الطيبة التقوى يعني اللي بقت لها مسميات كثيرة جدا لتفاعل القلب معها لأنك لما تكثر من قولك لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد ستوحد الناس على كلمة واحدة وهذا ما يريده الله سبحانه وتعالى منه في كلمة تجمع الناس كلمة التوحيد هي توحيد الكلمة لما ربنا في بداية كل هو الله أحد هو أمر كل هو الله أحد الحكم أنه أمر يعني هل إحنا مأمورين أن إحنا نقررها لنفسنا مثلا كتيرا أمر لي لأن سيدنا النبسة وصحبه وسلم كان جالسا فسألوه من ربك دينا السيفي دينا المعلومات عزين نتعرف عزين نعرف نفهم ولم يكونوا مؤمنين فهو مين الذي أنت تعبده فالله سبحانه وتعالى أرسل إليه سيدنا جبريل عليه السلام فقال له يا محمد إن السلام يقرئك السلام وقل لهم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يورد ولم يكن له كفوا أحد معانيها عظيمة جدا هذه الصورة العظيمة نعزين بقى نتكلم في معنى الإخلاص يعني فاعبد الله مخلصا له الدين فكرة الإخلاص في العبادة وربطها باسم الله الأحد يعني إزاي نوصل لمرحلة الإخلاص أحد لا نظيرة له لا مثل له لا شبيهة له إذن يكفيك يغنيك يعطيك سبحانه وتعالى فاجعل العبادة له لا تجعلها لغيره مش عشان يقولوا مش عشان يضنوا مش عشان يشيروا مش عشان خاطر اللايك كتير اللي بتحصل مش عشان خاطر يقول أنه فلان ماشي في المول فيصار إيدي بالبنان مش داللي بيطلع في التلفزيون داللي بيقول ويقول ويقول لا 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 خلي المقصد أعلى وأسمى وأرقى من ذلك لي لأنه في هدفين عظام لو رزقت بالإخلاص رزقت إسعاد قلب النبي الله بمعنى بمعنى أنا صدقت في قولي لا إله إلا الله لي لن سيد النبي قال من قال لا إله إلا الله صادقا مخلصا من قلبي دخل الجنة قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها تهدم الذنوب هدمه لما لأن كلمة الإخلاص بتعقم والطهر وترقي قلب الإنسان فكلما تذكرت أنه العظيم كلما تذكرت أنه الكريم مش حخبط على باب حد تاني فيه والله أبيات شعرية جدا تعجبني قال بعضهم هكذا يقول كلمات جميلة فبيقول أنه كنت في ضائقة يعني هكذا يقول كنت في ضائقة مالية وجيتك ورجعت من عندك بالضائقة المالية وقلت الكرامة إذا بمعنى إيبعاش يعني أنا كنت محتاج فلوس وجيت خبط على باب حد رجعت من عنده لخدت فلوس وهدرت كرامتي نتتعامل مع البشر فهده ما تلاقيهوش عند ربنا عمرك ما تتدلل الحق سبحانه وتعالى وتسجد له إلا وتعطى وتكرم وتمنح كما يحبه هو سبحانه وتعالى ويرضى فكلمة الإخلاص أو كلمة التوحيد أو معنى الكلمة الطيبة إليه يصعد الكلمة الطيبة والعمل الصالح يرفعه الكلمة الطيبة الله سبحانه وتعالى يقبلها وهي لا إله إلا الله طيب والعمل الصالح يرفعه قالوا يرفعه عن عقلك وذهنك فلا تفكر فيه فلا يدخل فيه وسوسة شيطانية ولا يعجب به الإنسان ويوم القيامة عندما تأتي يقال لك اقرأ كتابك فلما تقرأ الكتاب تقول ها أمقرأ كتابي ماذا وجدت في هذا الكتاب لا إله إلا الله فإذا وضعت على الميزان خط الخير كله فهذه الكلمة عظيمة ليست بالكلمة الهينة